تحت رعاية سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة تم افتتاح مستشفى سلوان للطب النفسي بحضور الهيئة الإدارية والكوادر الصحية العاملة في المستشفى نعم هذا الصرح الطبي جاء عصريا بمواصفاته ومتكاملا بطبيعة الإمكانات والخدمات التي يقدمها للمراجعين كالاستشارات والجلسات العلاجية لمختلف الأمراض والطرابات الصحة النفسية اشتق اسمه من مصدره الموزون المقترن بذهاب الحزن والهم فالسلوان من سلة وتسلة وهي كلمة دالة على انكشاف الضيق ولهذا تم اختيار الاسم بعناية ليقدم مستشفى سلوان للطب النفسي نفسه كصرح طبي مختص بتقديم أرقى الاستشارات والجلسات العلاجية لمختلف الأمراض والاضطرابات النفسية بمهنية عالية وبأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال اليوم شاهدت بعض الخدمات جدا مميزة بصراحة في هذا المركز وأشياء لها علاقة عامة كذلك بصحة الطفل صحة الكبير والعلاجات المختلفة بحداثة عامة الخدمات المقدمة نحن عندما نتكلم عن الصحة النفسية فيه تطور مثلها مثل أي علم ثاني عامة لتقديم الخدمات الطبية فيه فالتطور الموجودة والمكان والتنسيق وترتيبه أنا أعتقد أنه يعد من المراكز التي نستند إليها ونتكامل معها هناك العديد من الأمراض المزمنة أو الأمراض العضوية التي لها التبعات نفسية كما أن هناك العديد من الأمراض النفسية أو الإضطرابات النفسية والسلوكية التي تليها تبعات جسدية فلابد من العناية بهذا الجانب وتضافر الجهود مع الجانب الحكومي الشراكة مع القطاع الخاص وهو المنطلق المستمر لأي بلد تريد نهضة إلى شعوبها في كل جزء من أركان المستشفى روعيت فيه أدق التصاميم والتفاصيل التي تبعث في النفس الارتياح وانزياح كدرها بانتهاء الهم وانفراج الغم ففور دخولك المبنى تشعر وكأنك في لوحة فنية متكاملة الأركان امتزجت فيها درجات اللون الأزرق الذي يأخذك إلى فضاءات رحبة من الهدوء والسكينة ودرجات اللون الأخضر التي تجدد النشاط وتبعث في الذات الأمل اخترنا معاها الديكور من لوحة من جسر من كافة الأشياء كنا مركزين عليها بشكل أساسي على أساس نأخذ المريض لجوء من الهدوء والسكينة ويمكن هذا الشيء كمان لنا احنا جميعا لحظات الهدوء نروح فيها على الطبيعة الخدمات المتوفرة عندنا في المستشفى عند الإعادات الخارجية الطوارئ النفسي لكافة الأمراض أو لكافة الاحتياجات عندنا بالطوابق الأجنحة ممكن للتنويم والحالات الطارئة الليحتاج لتنويم وما إلى ذلك من فاسيليتيز موجود الجيم عندنا مساحات للقراءة عندنا حديقة داخلية وإحنا مؤمنين أن الأمراض النفسية هي نفسها مثل الأمراض العضوية الأخرى فليش ما نتعلج؟ الإنسان عنده قوة تحمل في أمور كثيرة محددة معينة كل إنسان يختلف عن الثاني فالعلاج هو الحل الأسلم أساليب وطرق علمية يطبقها مستشفى سلوان للطب النفسي الذي يوفر أقصى إمكاناته البشرية والتقنية وحتى الفنية بصورة غير تقليدية للأساليب النفسية والعلاجية المتبعة في مجال خدمات الطب النفسي والاستشارات المتميزة لأبناء المجتمع البحريني والخليجي على حد سواء إضافة إلى استخدامه لأحدث وسائل الاتصال مع المستعينين به للعلاج أو لأخذ المشورة بما يتناسب مع طبيعة حالتهم النفسية والتعامل معها بسرية تامة ومهنية عالية حتى يستطيع المريض بعدها تذوق الحياة بطعمها الحقيقي ومن نافذة أرقى الخطط العلاجية والمقاييس النفسية المعتمدة عالميا يفتح مستشفى سلوان للطب النفسي ذراعيه أمام من يبحثون عن الراحة في دواخلهم ليلمسوا الفرقة بين ما كانوا عليه وما أصبحوا عليه من استقرار داخليا يقللوا من تأثير المشكلات المجتمعية المحيطة بهم لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر